السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله المصلي وسلم على أشرف المرسلين ورحب بكم من جديد دائما معكم سيف كالعادة أدعوكم الاشتراك بالقناة وكذلك وضع الإعجابات للفيديوهات كي الناس هيتفرج وتهرب القناة عندها أكثر من ثلاث سنوات ما زالت فيها 24 ألف ولا ما شعبش حال مشترك ما تبخلوش عين أخوتي واشتركوا بالقناة خلوها طلع بون نبدأ بالموضوع شوف عندنا واحد المشكل يعني نتأسف وشي يألمني بالزاب لما نشوف الطيور تعاني تعاني بعدة أمراض الناس ما نشفهم يا أخي قلنا حافظ على الطيور تعكم قلنا حافظ على الطيور تعكم وذلوا لها نظام غذائي متوازن شوف أنت أكثرية الطيور تعاني من مرض الكابت علاش علاش المقنين بيها كلابس بيها شريت المقنين جبتوا عندك كلابس بيها عنده واحد ظهر ما شعبش حامل سنة يجي يشريه واحد أخر ما باس مانا سمانتين ثلاثة يقولك المقنين رافيه الكابت بعد يقولك بيه هلال واحد يقولك شوف أجمع مرض الكابت ره صعيب باش يبره صعيب على هذيك داما نقولك الوقاية خير من العلاج على تزيت المصاريف على روحك ديجا برت مصروف على روحك باش دريت المقنين ومبعد ولي تتصرف باش تعالجو علاش ولي كيفاش تدرت مصروف باش در المقنين دروق انت البيض ركتشيريه بدرحمك البذور الزيتية تشيريها بدرحمك البيطامين هذو كمال بيتافور ركتشيريه بدرحمك ديجا ركتسرف باش در المقنين ومبعد ولي تعاود تسرف باش تعالجو وصبروها قغير تعيي في رأسك ليدا ليدا نوصيكم خاوتي بائر الحسن في القفص أما وشكي ما يكون في السلاكة أولا في الطبيعة في القفص ركاك للبيت معنتها أنت لما تكثلوا البذور هذي وتعودوا عليها أي شيء يريد يريد ينزل من الباطل يروح الماء جوار يأكل حتي يشبع يطلع يشرب شوية يقعد فوق الباطل شوية يعود يرجاع يبقى غير كماك اليوم التاع يفوته غير كماك طالع حابط على الماء جوار طالع حابط وكل يوم انتهي كل شيء يجي ينزل في الوقت ينزل في الأمان ينزل في البراقة كبيرة مجددا وكل سعيد في مكتور ويبدأ كبيرة تبقى مثل أن تكتب لكي تدخل هذا البوذور البوذور الزئي تكتب لكي يأكل كثير ويأكل كثير ويأكل ويأكل يمرض بالكابت يقول لك باش تعالجو يحب لك الأدوية كاملة بتاع الكبد باش تعالج لك المقنين يحب لك سواء تعالجو في الأيام الأولى كي تكون عادل الكبد عاد بدات يصيبها الانتفاخ لكن من بعد من بعد اكما تقدرش تعالجو يبقى المقنين عايش صح بصح بلا فائدة على عام ممرض منفابلي منفوخ ما يغردش ما ينتج لك موالو معنتها الهواية الهواية أصلا البنة والقوستو تعله الهواية قضيت عليه بيدك بيدك مقنين في السلاكة تقدر تمدلهم ماشي مشكلة للمقنين عندك في السلاكة تقدر تدير برنامج متوازن وتمدلهم رام يأكلوا يلعبوا من شاغلين يعني يطير في السلاكة لقاهم يأكلوا شوية ويلعبوا يلعبوا ينقوا في رواحهم ويدوشوا يدابزوا يطيروا بس صح مقنين في القفص ما عنده والو عنده باط وواحد يهبط للمجوار يأكل يعود يطلع باينة بالي تشحموا باينة بالي يمرض بالكبد حاولوا حاولوا خاوتي أنك تفرق بين التربية في القفص والتربية في السلاكة ما هو ماش كيف كيف ما هو ماش كيف كيف يختلفوا كثيرا كثيرا مقنين في السلاكة رهيطير يحرق الدهون لكن في القفص ما عندك ما تديره من الأول قلتها لكم من الوقت اللي تخلنا مرحات غيار الريش قلتها لكم قلتكم يا أخوتي حاول حاول دير نظام غذائي متوازن باش ما تضرش الكبد درت لكم بروغرام تعمل مرحات غيار الريش درت لكم بروغرام تعمل مرحات الراحة هاكدك باش تديرهون ما تتراكمش بالكبد كيف ستديرهون مثلا نريدهون كيما حمضيات كيما هذوق السوال ستديرهون من المقنين في الريجيم كثيرا هادي لوا براقة أخوي و سيبرام و دياله هاكدما نديرهون سيبيا وديرهون لقريتو ديالهون مقنين ديالهون وربعا تعليم جوار معمرين زرادة اتجيل تنوضي الصباح تعمرهم لترجع الحشيات و تقاها كلهم كلنا باينة 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 وبعد تبقى تشكير المقنية المريل ليره المقنية لا تستطيع أن يحصل فيه حاولوا أخيتي تربية تربية انقية يجب ان يشاريه البيتا فورم يمدلوه بالعشر قطرات نهار بنهار ولا كل يوم واشا صحبي ما عندك هتافة ايضا يقول لك من قبل نحن تراملك بيطاميناه بسجار فورم يخرج ليه فيطامينه بالبيضو في البيضوية من بعد سادة ت aveل الادوية جوًا اريد الاستخiver صدر من امر إبطاء ナ Eigشها الذين مست عالية. ولما قالين يبقى لك كيف هو. خدم خدمة زينة. الناس اللي تتبعني. الناس اللي تتبعني وتخدم بالقلبها ودينا فيها ثيقة. اه تلقاهم ما شاء الله. مقالينهم ما شاء الله يعني نتواصل مع جماعة بزيف. الحمد لله الانتياج كان مليح ومقالينهم بصحة جيدة. خدموا خدمة زينة حتى اللي جان حتى الفراخ اللي خرجوها. وخرجت مليحة. ما فيها لامرض لأول وخرجت ناشطة ما شاء الله. اذا وقت مقالينهم تمرضوا بالكبد. حتى لو كان تكون فيه شوية كبده. غدوية يتكوب للك الفراخ رح تموت بالنقطة السوداء. ولا حتى لو كان تكبر شوية تموت تفابلها. ترفض لي فيروس ترفض لي فيروس ترفض لي فيروس. تضخم الكبد او ما هو السهل. مرض الكبد. ما هو السهل ما هو السهل باش تعالجه. وما هو السهل باش انت تروح الدين المقنين للرجيم. انا نقول هالك بزيف الناس يساقصوا يقولون عندي مقنين مشحن وكبده من فوقها او ما هو السهل. ما هي السهلة. ما هي السهلة لكي مقنين تطردقوا بالزرارة وتعاود نحل وضعه براقة. اواتوماتيك مقلل وين تلقى مقنين كي تبدلون بزرارة براقة يأكلها. يأكلها. من الآخرين يموتون بالقنطة لا يأكل لك. وزيدها. اصلا ما هو وقتها حتى لو كان يأكل لك البراقة سوف يأكل لك في غيار الريش. سوف يعاود يغيير لك الريش دير حسابك. الناس اللي تخدم بنيتها وانية صادقة ويتبعوني. فالصيف خدموا خدمته. لكي نقول لكم. لكي نهدرت على الموضوع هذا لاني هالا ايام بزاف اللي تصلوا بي عنهم نفس المشكلة لتعالك. نفس المشكلة. اخويا سيف عندي المقنين تشحم لي اخويا سيف عندي المقنين لها مريض بالكبدة. كنت سألو تقولوا المقنين كيف شك يوشك تمدلو. نفس حكاية. اني مدلو الزرارة. اني شاري له الزرارة الفلانية والفلانية وفلانية. واني مدلو ديال هلوية كلها ديريكت. والبيض اخويا. هنا البيض. البيض. هنا من البيض. نمدلو مرة في الأسبوع. ما عندي اينات. نمدلو مرة في الأسبوع. و الزرارة ما كان شاني ديال كيلو بتاع براقة. وورطلتها سيفرام. ما يبقى في وسط براقة هذه. والسيبيا والخيار والدنيا والاتفاب وكلشو. وكما هاكو تبقى موسوس. تقولوا كل مقنين تاعدوك يتنفخ لي ولا يتشحم ولا حاجة. تبعوا برك المواضيع تنشحوا. وشكرا.